شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بمشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات من آيات الصيام ضيف البرنامج الدائم هو صاحب الفضيلة الشيخ الأسادة الدكتور طاها عبدين أسادة التفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرآن بمكة المكرمة مرحبا الشيخنا الكريم حياك الله فضيلة الشيخ عبد العزيز لا زال الحديث متصلا مع فضيلتكم حول هدايات من آيات الصيام وتوقفنا عند قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم الله تحصى وخصنا بفضل لا يعد والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى صفوة الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين تحدثنا فضيلة الشيخ عبد العزيز في الحلقة الماضية عن ما جاء من هدايات في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونتحدث الآن بإذن الله عز وجل عما تبقى من هدايات هذه الآية الكريمة من آيات الصيام قال الله عز وجل الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال العلماء تفيد أن القرآن جاء لهداية جميع الناس وأنه يعني للعالمين لأن الله عز وجل ما خصه بالمؤمنين الإنسان لا يستطيع أن يحتدي لحاله لأنك إذا عرفت الله أولا حتى تعرف الله بما ينبقى أن تعرفه أنت محتاج إلى هذا الهدى ولكي تعبد الله عبادة صحيحة فأنت كذلك محتاج إلى هذا الهدى الرباني ولهذا الإنسان يعيش في ظلام لا نور له إلا نور هذا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ولهذا العلماء قالوا القرآن الهداية هنا هداية إرشاد جاء هذا القرآن ليرشد الناس في جوانب الاحتقاد في جوانب العبادة في جوانب المعاملات في جوانب الأخلاق في سائر جوانب الحياة لأن الله عز وجل بيّن بأن هذا القرآن تبيانا لكل شيء والأمر الثاني وهذه بيّن العلماء بأنها هي النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق وهذه لا تكون إلا من الله ولهذا ولتكبروا الله على ما هداكم ونحن ندرك أن الإنسان لا يستطيع أن يحتدي لولا أن يوفقه الله إلى الهداية وهذه تسمى هداية التوفيق وهذه خاصة للمتقين ولهذا ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفق العلماء بين هذه الآية هدى للناس هداية إرشاد وهدى للمتقين هداية إرشاد وهداية توفيق ولهذا هذه القضية الأولى بأن القرآن أنزله الله عز وجل ليكون هاديا بل ليكون هاديا للتي هي أقوى كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني أنا مرة كنت في إحدى المطارات مسافر وبجوار شاب منهمك في قراءة عشر من الكتب الكتب إنك كيف تكون ناجحا كيف تكسب قلوب الناس الأسئلة هذه الكثيرة وتخاطب الشباب بعد يعني ساعة من الإنهماك سألت هذا الشاب قلت هل تعرف أعظم كتاب يهديك في حياتك ما استطاع أنه يجيب على هذا السؤال البسيط سألت سؤال آخر قلت له من هو خير الناس أفضل الناس أفضل من مشى على وجه الأرض فقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قلت له بأي شيء احتدى الله لهذا قتاد رضي الله عنه عندما جاء إلى عائشة رضي الله عنها سألها عن خلق النبي وسلم لأن الله مدحه بقوله وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سألها عن خلق النبي وسلم ماذا قالت كان خلقه القرآن الله أكبر فلهذا إذا أردت أن تكون أفضل الناس فليس لك إلا أن تحتذي بهذا القرآن بل إذا أردت أن تكون أسعد الناس لن تجد هذه السعادة إلا باهتدائك بالقرآن هل الله يخلف المعاد حاشا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا وهو هذا القرآن فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقة الناس الآن يبحثون عن السعادة ويظنون أن السعادة تكون بالماديات السعادة لا تكون إلا بهذا القرآن إلا بهذا الكتاب ولهذا هو أعظم كتاب لو أدرك الناس ذلك لكن الغفل أحيانا تجعل الناس يظنون أنهم سيجدون السعادة في غير هذا الكتاب أنا أشوف أمة بيدها القرآن بإذن الله لن تشقى ولم تهزم إلا إذا أعرضت عن هذا الكتاب ولهذا فمن أعرض يعني أعرض عن هذا الكتاب فإن له معيشة ضنقة وهذه الآية تبين أن الناس لا غنى لهم عن هدى الله لا غنى لهم وبغيره لا يكون الهدى ولهذا فمن قصد الهدى في غيره أضله الله والله عز وجل يقول قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يعني الآن الناس أحيانا يشرق ويهرب يظنون أنهم قد يجدون عند أصحاب الديانات الأخرى وللشعوب الأخرى هدى والحمد لله رأينا هذا العالم يعني بصورة الذين ألحدوا الذين عبدوا بوزة الذين النصارى اليهود لن تجد عندهم هدى ولهذا ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ولئن اتبعت أهواءهم سوماه الله هوى ليس عندهم شيء إلا الهوى إلا الهوى ولهذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولهذا أهل السنة والجماعة يسمون أهل البدعة بماذا بأهل الهوى ولهذا هنا قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إذا تخلت عنك ولاية الله ما الذي لك وإذا تخلت عنك نصرة الله ما الذي لك وإذا كنت أنت وحدا وكان الله معك وجميع أهل الأرض في جانب من الذي ينتصر أن كان الله معه وإذا لك أذكر شيخنا قرأته في تفسيري من كثير مقولة يقول وأظنها الإمام بن كثير يقول من كان مع الله كان الله معه ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينب الله أكبر الله أكبر طبعا تفيد الحس على تعلم القرآن الكريم وتدبره لأن الله جعله هدى للناس ولا يحصل ذلك إلا بتعلم هديه هذه القضية مهمة شيء عبد العزيز وهو إن القرآن لا بد من تعقله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليبلغ القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وجاء ليبين القرآن للناس لتبين للناس ما نزل ما نزل ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وجاء ليطبق القرآن ليكون قدوة للناس لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلهذا هنا قضية القرآن لا بد من فهمه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لأن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فلهذا أنت عندما تقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع إذا واحد قرأ هذه الآية حفظ هذه الآية رتلها أعظم ما يكون لكن سمع النداء ونام ولن يحتم بهذا الأمر الرباني هنا هو ما قام بما ينبقي أن يقوم به لهذا القرآن العلماء قالوا هجروا الإيمان به من الهجر وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة وتكلموا عن هجر التلاوة وتكلموا عن هجر الفهم وتكلموا كذلك عن هجر العمل وعن هجر كذلك تعلم وتعليم القرآن الكريم ولهذا قال العلماء ما دام هو هدى للناس فلا يمكن أن يحتدوا به إذا لم يتعلموا ما جاء فيه ولهذا قالوا هذه الآية فيها الحس على تعلم القرآن الكريم تفيد متحا للقرآن حيث أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية القلوب هدى للناس وتفيد أن القرآن كذلك متضمن لآيات بينات هذه القضية الأولى هدى للناس والقضية الثانية هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان العلماء قالوا القرآن من جهة هو كتاب هداية ومن جهة أخرى هو حجة الرسالة جميع الديانات السابقة الكتاب كان للهداية والآية تكون آية حسية يراها الناس لكن الله عز وجل جمع في هذا القرآن بين البينات التي تدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتي تدل على أن هذا القرآن من عند الله ليس من عند محمد كما قال تعالى وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا وَلَمْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا الْنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِيَارُوا عُدَّةِ لِلْكَافِرِينَ مصطفى صادق الرافع في كتابه العظيم جاز القرآن والبلاغة النبوية وهذا الكتاب العلماء قالوا إن بقي لكل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب مع قراته للقرآن قال هذا لا يقوله بشر فإن لم تفعلوا في الماضي وَلَنْ تَفَعَلُوا ولهذا هو هدى للناس وهو كذلك بينات أي حجج قاطعة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى الله أكبر شكرا الله لكم صاحب الفضيلة وما أجمل العيش في القرآن ومع القرآن وفي ظلال القرآن نسأل الله عز وجل أن يجع نوياكم من أولئك الذين يقرؤونه ويعملون به ويتدبرونه ويثبار رسوله بإذن الله شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر